كاتعاني اختيم الناحفة في الوجيه ديالك ولا كذلك حتى في المناطق الانتوية ديالك بغتيش حاجة اختيت نفخك طبيعيا بلا سيروات بلا دوايات بلا تحميلات اليوم اختيش بتلك جوج ديال الطرق او لطريقتين ان شاء الله اللي غادي تبيضي بيهم وكذلك تنفخي بيهم الوجيه ديالك وتملقي حتى تجاعيد العميقة هاد لاغوستاذ ان شاء الله مدمرة لجميع المشاكل ونخدمها ان شاء الله بلو كرام نافية العلبة الزرقاء اللي انا دائما كان عشقه دائما كم بقتاجه معكم في الوصفة الطبيعية وتنقول لكم خدموا به رازوين رفعال راز دائما في محطيناه ما شاء الله الى النتائج البناطي اللي يعطينا فاليوما بنصوب به واحد للمولة الوصفة ونصوبه ان شاء الله الوصفة التانية اللي مغتكونش بلو كرام نافية بشكدا ان شاء الله يكونوا طريقتين ان شاء الله مختلفتين كل واحدة وطريقة ديالهم طبي تحل بجوجهم ناجحين وانتي يختاري اللي بغيت بالنسبة النتيجة خليتها لكم اللي بنات وصورتها لكم راكم شوفوا الخديدات كيفاش ما شاء الله ما شاء الله يعني هكذاك هكذاك اغلي وضينك كي حمقوا ان شاء الله الكلة وحدة فيكم هادوك الخديدات ان شاء الله توصل ليهم الكلة وحدة فيكم لانو بزافة البنات قالوا لي اخترا تفسنا اشتركوا في القناة وفعلوا زال جرس و الحمد لله دائما كي يحمقوا ودائما كي الجديد ولكن ما تنسوناش دائما من لايكات والاشتراك ديالكم في القناة مع تفعلكم لزر الجرس لكي ان شاء الله يصي لكم كل ما هو جديد وكل ما هو وزوين وكل ما هو مفيد المهم البنات اول حاجة ها касيك هيا لك حام نيفيا العلبة الزرقة وهنا هي الابنات عندي الاصلية هاد رأي الله خديته بشتعرفه هانتوما في الكتابه اني كتمسي في صفعة كتلقيها محفرة وان حدائي حدفي حدائي حدائي وحداءة يعني الحرف حدى حرف ما كتحسيش بالحرف هنا الحرف الاخر الفوق يعني مام مرتبين الش اللا كتلقي نيفيا كرام مرتبة كدالي كم طبعة من هنا وهذا الكتابه هادête رغتلقي فيها نيفيا خげ Dia مكتوبة كبيرة زائد هنا يا نيفيا صغاري 100% أصلية 150 أمال 25 درم مغربية شوفوا الحك اللولانية شوفوا ما بقت فيه حتى شي قطرة أنا لأم ديالي الأم ديالي مني كان صغيرة و أنا صراحة من كنت مراهقة في طفولة ديالي كنت كنت كن حمق عليه في الخطلة فيديو ان شاء الله كيف نديره في الصباح و في الليل و كيعالج حتى التجاعد و التراهولات و كيفتح و كيرتبه بعمق أنا شرح لكم إن شاء الله هاد شي كامل كما قلت لكم في 150 هادا العلبة الكبيرة و كينا العلبة صغيرة و متوسطة ولكن أنا ما فيهم مش كمية كبيرة ما الأحسن أختي لأبغيتي الدوام و وش حاجة صبارة تصبر معاك شهر كامل خودي أختي علبة كبيرة اقتصادية حسن لك ما تبقيت أخذ داي الفرتيت كما نقوله حنايا المهم أول حاجة هي لك خامنا في العلبة الزرقاء ثاني حاجة في الوصفة الأولى هي المميهة الورد عندي هنا يا البنس هذا اللي هو كيصلاح الجميل و حمير العين و الحمى و التجاعد هذا تمقونا البنس أنا ما كيخطانيش باش ما كدبشي إليكم زوين كذلك غنحتاج إن شاء الله الخميرة ديها الخبز عندي هنا يا الرفيعة و كذلك اللي بنات اللي كيسولوني على السبولة أره بحال بحال عندي يا نبجوش كندير الرفيعة و كندير السبولة اللي عنده شي حاجة تديرها و اللي ما عندها الرافيعة خميرة الخبز اللي بنات كتنفخ دغية دغية الوجه زائد كتعالج تراهولات والتجاعد المبكرة و العميقة كتدمرها فجربوها و اردوا علي الخبار فكيما قلت لكم غنحتاج إن شاء الله الخميرة ديها الخبز زائد مميهة الورد اللي ما تكونش باردة تكون يعني عادية خارجة من تلاجة ساعة و لا ساعتين باش ما تكونش باردة لانو احنا محتاجينش نخلط الخميرة مع البرودية ديها المورد فقلنا الخميرة ديال الخبز خامنا فيها الاميهة ديال الورد و كذلك إن شاء الله غنحتاجو كيميات ديال الناشا او ما يسمى البنات بيدورا او المايزينة وهنا عندي هاد الماركة هي ديال ايديال كجي فيها 180 قرام و صراحة هاد نشا هاد الماركة بالضبط صراحة زوينا يعني عندها ما تقول صراحة بكل المقاييس كتفتاح كتبياد كتعالج البقاع كتعالج السود يعني ما شاء الله عليها فقلنا البنات الخميرة ديال الخبز قلنا كمية ديال الناشا او ما يسمى بالضورة لما ورد لك خامنا فيها و غادي نحتاج ان شاء الله حتى الحليب غبرة و الحليب بودر اللي في نفس الوقت كيف يفتح و كيف يبيض البنات و كيف يخلي لون البشرة موحد فهنا يا عندي الحليب باودر هاد شي اللي كان في الوصفة الاولى على بركتي الله البنات غادي ناخدو كمية ديال الخميرة ديال الخبز غادي نضيف كمية ديال الموهة ديال الورد كمية ديال الخبز نحاول نعجن هذه الخبز لأنه لما تعجنات لما تعجنات شخصة تعجن نضيف كمية ديال الناشا نضيف كمية ديال الناشا او ما يعرف البنات نضيف كمية ديال الناشا او ما يذين كمية نشا او الادرة تبقي اختيارية المهمنا يا هالمعلقة الأولى هالمعلقة الثانية هالمعلقة الثالثة هالمعلقة الثالثة كنحاول نجمع الخميرة مع النشا ازيان البنات تجمعوا كل شي مزيان باش هدوك العناصر يتخلطوا ويبقاش شح جمكورة ولا معجنة ولا باش دائما الوصفة يكونوا جميع العناصر دياله تخلطوا مزيان مزيان نضيف البنات كميات الحليب بودر بالنسبة للحليب بودر كميات الحليب تبقى اختيارية كل واحدة والكمية التي تضيف كمية كثيرة كمية قليلة على قدها مهمين كميزانك نجمع هذه المقادر وانا نزيد واحد شوية لانو الوصفة تكون شوية عقدة نضيف الكريم نيفيا العلبة الزرقاء وها هي اختي الوصفة اللولة بالكريم نيفيا واجدة نضيف الوصفة الثانية اللي كان حمق عليها وكان عشقها تهيايا في تبيض وتفتيح ونفخ الوجه والمناطق الانتوية ها انتي اختي شوفي اللولة كيفاش ولات انا كنحاول نفقط عجي معك الحاجة بكندي طيي معك باش تعرفي الوصفة كيفاش تصبح شوفي قوامها عاقد الكريمي كي يحمق ما شاء الله ودعبا نضيف ليه كيمية الكريم نيفيا نحلو معاكم وراه عفسوا ما شاء الله هاد الكريم رافين ما انا اخدش علبة كتقادة فرمشة عين بحكم كان ستخدم سبارك الله بزاف يعني باش ما كدبش عليكم كان خدم انايا بلو كريم نيفيا بزاف ملاقشة ملاقشة فرطي وكنسد الكريم لانو كندهن بيها تقريبا جوج مرات في النهار يعني في الصباح وفي الليل سوف نشرح لكم ان شاء الله الطريقة والبنات اللي كي يستخدموا ويشرحوا لينا تاهم الطريقتهم اللي عندهم شي طريقة معينة ويقولوا لينا واش فعلا كي يزول التجاعد لانو بزافت البنات ما كي صدقوا لي كيفاش الكريمي ممكن يحيي التجاعد فانا اختيرك انادر معاك تجريبة اعوام منشي تجريبة شهر وشهرين ولا نهار ويومين وجيت كنحلم عليك ولم نقولك شي حاجة ما كيناش هانتي اختي شوفي شوفي الوصفة كيفاش ديها عرفتوا يا البنات هاد الوصفة مشي غير مدمينة عليها اكتر 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 من ذلك البنات اخذتوا عرفتوا أراها أراها شوف شوفوا دابة سوف ندوز معكم للوصفة الثانية نشرح لكم طريقة في الوصفة الثانية بالنسبة لهذه الوصفة توزعيها على الخدود مثلا مثلا السادر و من بعد فركيها او غسليها او الصحة والراح انا هي كان ديرها تقريبا جوج مرات في السيمانة ولكن اللبناء اللي يبغيون نفخ ضغية ضغية ولا كمية كبيرة فديريها ثلاثة مرات في الأسبوع وهي كما قلت لكم نشرح لكم ثلاثة مرات في السيمانة نشرح لكم نشرح لكم نشرح لكم الوصفة الثانية نحتاج إلى كمية من الحمص بالنسبة للحمص نشرح لكم نشرح لكم كمية الحمص نشرح لكم كمية من الماء ورد كمية من النشاء نحتاج مياه الشوفان و الخرطال يجب البشرة و ينفخها نأخذ المحلقة الأولى نجمع المياه الورد نضيف كمية النشا او مايوارف بالدراء مايزينال نصح بها في الطبيض لأنها زوينة تفتح حتى زروجية عندك عوام و سنين نصحك بالنشا في الطبيض نحن نزيد الورد يوجد الورد ذلك نضيف كمية حليب غضراء نضيف كمية قليلة نضيف كمية جميلة كمية قليلة نضيف كمية نضيف كمية و هذه الوصفة الأولى لكتجي كريمية يا لبنات بلوك خام نافيا العلبة الزرقاء و بسم الله على بركة الله نطبق معكم أخي غير وحيدة هانتو ماختي شوفي شوفي لي القاوة ماشاء الله أره للولة والتانية سوف ترحموا لي عليها الوالدين ماشاء الله النفخ كما قلت لكم في الثلاثية من هار الأول الثاني والثالث أره ماشاء الله تحصل على نفخ الخيال العلمي اللي سوف نقول لك اختدابه و تنودي تجربها لأنه بدون تجري برا ما كنتشي حاجة وبصحة والرحة مسبقا هانتو يختي شوفي زائد التفتيح لأنو كنخدمو بالحليب غبرا و انشاء اللي كيبيض جميع مناطق الجسمين في مكان شي زروقية ولكحولية كيتمشي وما كتبقاش فبصحتكم وراحتكم وان شاء الله نطلق معكم في فيديوهات مقبيلة السلام عليكم